السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي دائما في قناة القرى بوتي أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في أفضل حال اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة رائعة ووصفة فعالة لتكبير الصدر وكذلك لصدر متراهل الكثير من السيدات نعاني من تراهل الصدر وكذلك صدر صغير فإن شاء الله بهذه النبتة نبتة الألوفيرا أو الصبار فإن شاء الله بهذه الوصفة إن شاء الله والمدومة عليها سوف تحصلون على صدر ممتلئ وكذلك كتخلصون من تراهل الصدر هذه النبتة كما قلت نبتة رائعة يعني هي توجد عند العطار قمت بأخذها كما ترون سأقوم بتنقيتها أنا فقط أحتاج إلى لبها سأقوم بتنقية هذه العشبة لأحصل فقط على لب هذه النبتة كما ترون فهو يكون نوعا ما لزج أورد باللزج عندما الحصول على هذا المستخلص أقوم بطحنه كما ترون سوف أقوم بطحنه ثم فهو كما ترون فهو لزج ولكنه رائع بالنسبة لتكبير التدي وكذلك رائع للبشرة رائع يعني فوائده رائعة للبشرة وكذلك للوجه أما اليوم إن شاء الله فسوف نستعمله لتكبير التدي وكذلك للتخلص من ترهل الصدر كما ترون حصلت على هذه الكيمية قمت بطحنها والآن سأقوم بوضعها في هذا يمكن استعمال كما ترون أنا استعملت هذه الجوارب يعني يمكن استعمال مصفات أو أي يمكن استعمال مصفات للحصول على جل الألوفيرا كما ترون في الصورة ثم سوف أضيف إليه ملعقة من زيت الحلبة ثم أقوم بمزج الخليط جيدا ثم أطبقه على الصدر يعني مع الدلك يجب أن يعني مع دلك المنطقة يعني التدي أو الصدر نستعمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع فهي وصفة رائعة إن شاء الله كما قلت فهذه الوصفات يجب المداومة عليها للحصول على النتيجة الآن سأضيف ملعقة من زيت الحلبة وسأقوم بمزجي العناصر جيدا ثم أطبقها كما قلت على التدي فهي وصفة رائعة وإن شاء الله سوف تنفعكم هذه هي وصفة اليوم إن شاء الله أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله أطبقها أطبقها كما قرأت